السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الفيديو من السالون سوف نضعه على قبل هذا الحجر الصحي الذي نعيشه هذا عندي قبل هذا الحجر الصحي ما هو من الصائح التي نستطيع أن ندفيد بين الناس في هذا الحجر الصحي الذي هو شيء إجباري وغيمح للناس ولكنه تجريبا من التجارب التي نعيشها ونتقاسمها ونتقاسمها الإنسانية جمعا والذي أريد أن نتقاسم معكم هو أن هذا الحجر الصحي لا يفرق بين غني أو فقير بين جنسية أو أخرى بين الديانات بين القارات كنا نلاحظون أن جميع القارات كانت ملكة عاني من أوروبا، أفريقيا، أمريكا، أستراليا أستراليا عانيت كثيرا لأن كانت الحرائق في فصل الصيف ومن بعد جهد الكوفيد تسعة عشر بالنسبة لكوفيد أريد أن نعرف أنه ليس كوفيد ماذا يعني؟ كوفيد هو كورونا فيروس ديزيس مرض مرض الكورونا فيروس مرض الكورونا تسعة عشر هو سنة 2019 لأننا عدنا في شهر ديسمبر لكي نحاول أن تكون لدينا الحياة متوازنة في مدة الحجر الصحي ماذا علينا أن نفعل؟ كيف سوف نفعله؟ نرجع الأساسيات الأساسيات الصحة ومثالات كما قد أتحدث معكم هذه الأساسيات لتسعيل الكورونا لا نكون نطبئين في هذا الفيديو ولا تريد أن نتعمقوا نتعمقوا الأساسيات هذه الأيام سوف نجعل بأننا نقصوا من الماكلة لماذا نقصوا من الماكلة؟ نقصوا من الماكلة لأن عندما كنا كنا بساف وقد كان الصحة تبقى قليلة سوف تصبح صحة المجهود والطاقة سوف تبشرنا في الهدم هذه الماكلة. الماكلة لا يمكننا أن نكون بسافة. نقص غوبة ليس لديهم لا يكون لديهم خمسة لا يكون لديهم لا يكون لديهم يكونوا جوج ويمتد كولاسيون. شيء قليلا ويمتزان أو شيء بالليل. الفطور و الغداء. وبالليل في العشية ينتزان وكل شيء. الإنتزان سوف ترونه في الفيسبوك عندي. هذه الماكلة. الباسكيت والحركة نستطيع أن نضع الحركة في الدار. هذا الشيء الثاني نقوم بإمكانكم فيه هو الحركة والكوتشين. يعني كنت أشترك في الفيديو في الفيسبوك طارق المليح كوتشين أو طارق المليح. وأشترك فيه كثيرا. وأنا أحد لكم أن أضعه يد في اليد. أراني في الداخل فيها. والتي أشترك فيه كثيرا الحركة وكثيرا رياضة. الباسكيت الحركة كثيرا. قل لني يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا. هذه آية قرآنية. ما كتبه الله لنا ليس علينا. يعني ربي ما شيء ضد فينا ضد الإنسانية. ربيك الرحيم بنا. هذا الشيء الكتب من الله. ندارونا. كمحنا لكي نستخلص الدروس. كان فيها بزاف العبر. بأن الأرض رائية مننا. من هذه التلوث ومن هذه الحالة. كنت مننا نأخذ العبرة. كنت مننا التحديد ندوزوه بسلام. كيف نحافظ عن النظام المعيشي؟ كيف نحافظ عن النظام المعيشي؟ تكون الحركة. تكون المكلمة جيدة. نتصالح مع ذاتنا. مع أنفسنا. نتصالح مع عدوين. نتصالح مع أحبابنا. لكي ندوزوه هذا الحجر الصحي. كما ينبغي. وكما يراد. لأنه لا يمكننا نعيش 24 ساعة في وصل الحيوطة. ونكون هناك مصالح مع نفسي. أول شيء. للعقل. هو أننا نريد أن نكون مصالح مع نفسي. نتمنى لكم الصحة والسعادة. ونتمنى لكم روح ناشيطة مريحة. وخكين هذه الظروف. نتمنى أن نتجاوزها ما نحن جميعا. تهلا وفراسكم. إذا كانوا أسئلة أو استفسارات. مرحبا بكم. أنا في الخدمة. للراس والعين الذي أخدمكم. ونتمنى لكم الصحة والعافية. خليت لكم راحة. وبسلام عليكم.